السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دايماً متعودين بنعمل القرص الترية النهاردة بقى حنعمل قرص نشفة بس طعمها حلوة جداً والوصفة دي بقى تعلمتها من جدتي الله يرحمها تعالوا بقى نشوف حنعمل الوصفة الجميلة دي ازاي وتطلع معيك مقرمشة جداً وطعمها حلوة قوي سلام عليها بقى مع كوبايت شاي والأحلى كمان نكلها بقى بحت الجبنة كده بقى طعمها تحفة بجد تعالوا نعملها مع بعض وأقول لكم ازاي تطلع معيكم مقرمشة قوي كده وتاخد معي كل لون الحلوة ده ونشوف كل التفاصيل بس في البداية نصلى على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو لسه نشتركتوش معي في قناة اتمنى تشتركوا معي وتنسوش تفعلوا الجرس ويريد بقى ما تحقى ما نحسلش ان تعبنا نروح على الفاضي ونعمل لايك يلا ندخل في الوصفة بتاعتنا انا طبعاً عاملة كمية كبيرة شوية بس هقول لكم قدير للكيلو كل كيلو دي بياخد كوباية لربع من السمنة او من السمنة على الزيت او سمنة بس يعني على حسب الموجودة عندكم ممكن نستخدم نص الكمية سمنة ونصها زيت بس ماينفعش نستخدم زيت بس وماينفعش نستخدم برضو زبدة كيلو دي حطيت عليه معلقتين من السمسم الناعم ونص معلقة كده من الفاناليا السيلة او ممكن نحط روايح من الكحك مفيش مشكلة بس انا حطيت بس فاناليا اكتفيت بالفاناليا وطبعاً السمنة عندي هي السمنة فيها السمنة بلدي فكده كده هناخد ريحها والطعم وكل حاجة فبش هنحتاج ان احنا نحط روايح ولا اي حاجة بس هيها الفاناليا بتديها ناجحة حلوة كده هنبتدي بقى نقلبهم مع بعض كويس جداً نبتدي بقى بإيدينا كده بقى نحاول إن Chaos ندخل السمنة في الذقيق كله ما نحسش بقى ما نشوفش الديق ده خلص نحاول ان احنا نخلي دي ده يخطفي تماما بالسمنة بتاعتي بالشكل ده كده نبتدي بقى زي ما نقول نبسسه كده بالطرعة دي وبعد كده بقى كده شايفين عايزة اواريكوا بقى انتم ممكن تعملوا زي من غير ما تعملوا مقدار شايفين اول ما توصلوا للقوام ده ان هو يبقى يعني يفرفر كده عامل زي الكسكوسي كده شوية يبقى كده بقى جاهز عندي وبعد كده تعالوا بقى نعمل الخميرة بتاعتي عشان نفعلها جواز هنحط معلقة من السكر وبعدين عندها عندي معلقة من الخميرة الفورية يعني ما نزوجها في الخميرة لان لو عاملة كمية طبعا نعمل ما حتيجي تخمرية وتيجي تسوي فحيبقى خمر معاكي قوي فناخد بالنا الموضوع ده لو انت عاملة كمية حاول ان انت يتقليلي الخميرة شوية عشان هياخد وقت شوية في التقطيع والتسوية والكلام ده وبعد كده حننزل عليهم بشوية من الحليب الدافي ونديهم تقليبة كده مع بعض وبعد كده حنسيبهم بقى على جنب شوية تمام؟ كده بقى الخميرة بتاعتي تتفاعل ونسيبها بقى على جنب شوية وبعد ما بدأت انها تتفاعل كده شوية حننزل بقى عليها على الخليط بتاعي ده بالخميرة والسكر والحليب وبعدين نبتدي نعجل كيلو دي هيحتاج معاكي من كوبايتين من كوباية ونص الكوبايتين من الحليب على حسب بقى طبعا نوع الدي بتاعك نوع الدي بيختلف فاحنا ناخد بالنا من معلومات زي انت بدأي بكوباية ونص وبعد كده لو حسيت ان انت محتاجة اكتر يبدأي زودي بالتدريج وبعد كده نزلت بمعلقة صغيرة من الملح ما ننساش طبعا الملح بتاعنا وهبتدي ان انا اعجن بقى بالشكل ده كده مش عجين عجين يعني احنا بنحاول بس ان احنا نخلي العجينة تتمسك مش بعجين قوي يعني عارفين انا بلم بس العجينة بتاعتي اهو بقيت كده اتلمت معايا شايفين شكلها عامل ازاي اهو بقيت كده كتلة واحدة شايفينها لما بنيجي بقى نشكلها عشان تعرفوا ان هي تمام مظبوطة ولا لا ولا محتاجة سويل ولا لا لما بنيجي نشكلها ونضغط عليها كده مش بتشقق من الجناب يبقى كده هي مش محتاجة لا سويل ولا محتاجة حاجة خالص العجينة بتاعتك مظبوطة جدا بس لو جيت تشكلها وشققت معاكي ممكن نضيف شوية من الحليب بعد كده هسيبها بقى تخمر شوية لازم بقى في المرحلة دين ستبقى تخمر شوية وطبعا الحليب بتاعنا دافي لان الجو سقع شوية فلازم بقى الحليب دافي شوية عشان طبعا تخمر معاكي بسرعة وبعد كده جبت بقى الصجن بتاعتي انا بحب طبعا استخدم الألمونيوم ابتدي ان انا دهنها دهنة صغيرة من الزيت او السمنة زي ما انتوا عايزين وبعد كده عندي بقى ابتدي اشكل بقى هيخد الكور بتاعتي كده كل الجزء كده عامله زي الكورة وبتدي بس ان انا اضغط عليه كويس جدا وساويه كده وبعدين هبتدي ان انا افرده بنفرده بقى بصمك يكون يعني الصمك اللي هو متوسط شوية ولا هو تخين اوي ولا رأيه قوي طبعا عشان تطلع معاكي القرصة مقرمشة وبتقرقش كده لازم ما تبقاش تخينة لو تخينة معاكي قوي هتبقى مش مقرمشة ولو رفاعة هتحسوا ان هي هتتحارق معاكو في الفرن ومش هتبقى قلطة في حاجة يعني ونبتدي بقى نقطع الشكل اللي انتوا عايزينه انا عشان ان كلها تطلع شكلها واحد ومتنصق فانا استخدمت الغطة ده عشان كلها هتبقى قد بعض اعني فكر حنا ممكن نعملها كور سويرة ونبتدي نفردها بس دي اسهل طبعا بكتير هنبتدي بقى نقطعها بالشكل ده كده وبعد كده اهم وبعد كده عن تجاه نبتدي ان احنا نعمل فرغات في النص لان دي بتخلي القرصة معاكي ما تقبش معاكي في الفرن وطبعا لو قبت هتتحرق فدي برضو مرحلة مهمة جدا هناخد بقى القرصة ونسويها كده لو الحروف كده فيها حروف مش هرشبة كده واللي حاجة نحاول ان احنا نسويها عشان طبعا ما تتحرقش معايا شايفين يا بتطلع بمنتهى السهولة يفضل ان احنا طبعا نفردها على مفرش سيليكون او ورق زبدة عشان تقدري تطلعيها بسهولة او ممكن على رخام مفيش مشكلة بس ناخد بالنا بس واحنا جايين ايه ان نطلعها كده بعد كده حناخد بقى لم الباقي ده ونحطه على جنب كده مش مش هنفرده دلوقتي لان هو الخميرة بتاعته بدأت ان هي يعني زي ما بنقول كده بدأ ان هو ينشف شوية فحنسيبه بقى يرتفع تاني عشان لما نيجي نفرده يتفرد معانا بسهولة جدا وحناخد بقى القطع تانية ونبتدي نفرد بقى بنفس الطريقة دي ونعمل نفس الشكل ده طبعا بنفس الصمك اهم حاجة ان احنا نساوي بس كويس جدا ونضغط برضو بقى دينة كده عشان لو فيه فراغات كده ولا فيه اي حاجة تبقى القطع عندك طالع من تساوي وكده بقى نعمل بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة دي الحاجات السهلة جدا وطعمها ونتيجتها هيلة بجد بعد كده هناخدها بقى نحطها في الصوج بتاعي واسبها ترتفع مرة تانية اهم حاجة ان احنا نسيبها ترتفع مرة كمان وبعد ما سيبناها ارتفعت مرة كمان هناخدها بقى في الفرن على درجة حرارة 180 كده لحد ما تستوي معايا وتاخد اللون الجميل اللي انتو شايفينه ده بس زي ما قلتلكم لازم نسيبها يعني على الالف في الجو الشتة ده هنسيبها حوالي نص ساعة كده والحاجة عبل ما هنولع الفرن كده ويصهد المكان بتاعنا هيرتفع معاك بسرعة تحطيهم فوق الفرن من نص ساعة كده ولا حاجة وبعد كده تزوقيهم بقى في الفرن مش هنشغل شاوية احنا بس هنشغل من تحت والحد ما تاخد اللي نحس ان هي اخدت اللون الدهب من تحت ممكن نشغل شاوية في اخر دقيقتين تلاتة عشان تاخد اللون بس بس نسيبها خالص لحد ما تحس ان هي دخلت في اللون اللي هو الأصفر الفاتح ده يبقى ممكن نشغل في الوقت ده شاوية عشان طبعا تنشف معاكي وتبقى طالعة مقرمشة وتعمها حلو وكده بقى الكمية بتاعتي نسيبها تبرد تماما قبل ما نحطها في كياس ولا اي حاجة لازم نسيبها تبرد شوية على ورق زبدة وبعد كده نبقى بقى ممكن لو عايزين تحطوها في علب او تحطوها في الكياس مفيش اي مشكلة بس لازم نسيبها تبرد عشان طبعا ايه ما تتراش معاكي ويعني تعيش معاكي فترة قطو شايفين مقرمشة قد ايه ولونها تحفة بجد عايز اقول لكم الوصفة دي من الحاجات اللي بحبها جدا مع الجبنة بصراحة حت الجبنة بقى عليها كده بيبقى طعمها خطير بجد جربوا الوصفة دي وان شاء الله حتدعولي بس بناء المقادير حاسبها لكم في استندوق الوصف وان شاء الله هتعجبكم وحتقوموا تجربوها وان شاء الله هتدعولي شايفين بقى اللون من تحت ومن فوق تحفة بجد بصوا بقى حتة الجبنة عليها خطيرة فطار بقى عشان يعني عايز اقول لكم ان ولادي ما شاء الله اليوم ده ما تغدوش هم اكلوا بس منها بالهانوش شفة طبعا لكل الاكل منها متنسوش بقى تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش ومننساش بقى الاعجاب بالفيديو عشان ما نحسش ان انت عابنا راح الفاضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته